يسعد اوقاتكم و اهلا وسهلا فيكم انا ام ونذر و اليوم رح نعمل مع بعض حلو كتير بسيط من الشوفان جبت هون كوبين من الشوفان بدي اخدهم احمصهم شوي عن نار ما اضفت اي مادة دهنية بقلبهم كمان لخمس دقايق يعني ما بكتر حتى ما يغير لونه بس هيك شوي تقليبة صغيرة عن نار بعدين بدي اخدهم اطحنوا الناعم اذا عندكم شوفان مطحون كمان ممكن تستخدموا هلا بدي اضيف عليه كمان نص الكوب من جوز الهند وحطيت رشة صغيرة من الملح وكمان ضفت اربع الكوب اطر فيكن تستخدموا اي محلي يعني ممكن تحطوا عسل ممكن تحطوا اي محلي تاني كمان بيصير خلطتهم هيك شوي مع بعض وضفت عليهم ثلاث معالي من شوكولات الدهن ممكن تستخدموا زبدة اللوتس او مثلا زبدة الفول السوداني اي شي ممكن نجمع فيه الشوفان لحتى يصير عجينة ممكن تستخدموا هلا بعد ما خلطتهم هيك شوي مع بعض كمان جهازت عندي شوية من الحليب اول شي حطيت معلقة من الكاكاو وبدي ضيف الحليب على مهلي شوي شوي انتوا حطوا بالمعلقة يعني حتى تجمعوا العجينة بس ما تكترو يفضل نحط على مهلنا شوي شوي لحتى تصير عنا عجينة انا ما استخدمت كتير يعني شايفين هو هذا ربع كوب بس استخدمت كمية قليلة صارت عندي بشكل عجينة شايفين هاي الكمية اللي ضلت عندي هلا بناخدها انشكلها جبت هون كيس نايلون وحطيت عليه شوي من زيت جوز الهند او فيكن تستخدموا اي زيت يعني زيت الطبخ العادي يعني ممكن تستخدموا بس هيك لحتى ما تلزق عندي لما بدي اشتغل فيها بفردة هلا بالايد هي عجينة سهلة وطرية يعني بفردة هيك بها الشكل هذا ممكن تتركوها على وضعها متل ما هي يعني وتعملوها على شكل رول بدون اي اضافات تانية او تحطوا جوز هند الداخلة انا استخدمت هون شوي من الجوز يعني اي مكسرات ممكن تحطوا ممكن تحطوا فواكه مجففة يعني كله بصير اي حشوة انتو بترغبوها ممكن تضيفوها هلا بدي كمان اطوية هيك بها الشكل هذا ياريت تكتبوا لي بالتعليقات من اي بلد عم بتتابعوني واذا عندكن استفسار عن هذا الفيديو واي فيديو تاني اكتبوا لي كمان انا بجاوب على كل التعليقات بعملها على شكل رول وبلفها هيك بها الطريقة هي وبرتبها وبدخلها على المجمدة لحتى تتماسك لساعتين او ممكن تخلوها مثلا عندكن بالمجمدة امتى ما بتكون حبيتوا تطلعوها تاخدوا منها قطعة صغيرة او كذا ممكن كمان تتخلوها بالبرات يعني هلا بدنا نقطعها طبعا هي بيكون فيها مثلا شوكولات وهيكي بدنا نقطع قطعة صغيرة يعني صدقوني حالة كتير كتير بسيط هو فيكل انتو تستخدموا البسكوت بهاي الوصفة بس اللي عنده شوفان وممكن حبيت استفاد منه ممكن تعمل هاي الطريقة هلا هون سياحت شوي كمان من الشوكولات للتزين يعني هذا التزين طبعا بيرجع لقلكون يعني انتو شو بتفضلوا شو بتحبوا تساووا انتو كنت تتركوهم على وضعون او تعملون هيك بهالطريقة متل ما عملت انا وبزينا كمان باي نوع مكسرات متوفرة ممكن زينا او ممكن نرجع نحط كمان جوز الهند كونه هو فيها جوز هند ممكن كمان استخدم جوز الهند حالة كتير كتير سهل وكتير بسيط وصدقوني طعمته كتير كتير طيبة كوبين الشوفان اللي انا استخدمتون عملولي هاي الكمية شافينا حالة سهل وبسيط بتمنى يكون عجبكن واذا حابين تدعموني عملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطمخنا السوري